طهمورث ملك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجا وكان محمود في ملكه مشفقا على رعيته بنى مدينة سابور ونزلها وتنقل في البلاد قيل أنه وثب على إبليس وتغلب عليه حتى ركبه فطاف عليه في أدان الأرض وأقاصها وأفزعه ومردته حتى تفرقوا وكان أول من اتخذ الصوف والشعر لللباس والفرش وأول من اتخذ زينة الملوك من الخيل والبغال وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي استمر ملكه أربعين سنة وفي أيامه عرف الصوم وسبب ذلك أن قوما فقراء تعذر عليهم القوت فأمسكوا نهارا وأكلوا ليلا ما يمسك رمقهم ثم اعتقدوها تقربا إلى الله وجاءت الشرائع بها